أفضل أرقام النهاردة في المباراة الأهلي ومدياما هو أرقام حسين الشحار وده كانت برضه مفاجأة يعني إحنا شفنا حسين الشحارات اتهت بشكل كبير جدا ولكن أرقام وإحنا ممكن نستعرضها مع بعضها كابتن أيمن نشوف بقى هو لعب 82 دية جاب جون طبعا ما عملش ولا أسست ولكن التزديداته على المرمة اللي هي أن تارجت كانت ثلاث تزديدات شطت ثلاث تزديدات أيضا خارج المرمة حوالين المرمة مش أن تارجت مش على ثلاث خشبات ثلاثة يعني دوقتي وصلنا لست تزديدات بس لحسين الشحارات النهاردة ثلاثة منهم أون تارجت عمل اعتراضات وإن هو يستخلص الكورة مرتين وده كان شكل كويس جدا صناعة فرص كبيرة محققة عمل صناعة فرصة كانت ممكن تترجم لهدف كان هي فرصة واحدة اللمسات والتاتشز في المرعب النهاردة كانت 57 مرة غير التمريرات العملها عمل 31 تمريرة من نوم 24 تمريرة صحيحة بنسبة 77 في المية التمريرات المفتاحية أنه وصل لعبة للمرمة أربع عمل أربع تمريرات مفتاحية ده رقم كويس جدا عمل عرضيات تمانية بس الواحدة منهم هي اللي صحيحة يعني ده برضو رقم شوية عليه علامة استفهام ولكن هو أرقام بشكل عام المباراة السناءات الدفاعية أو التحماته واستخلاص كورا كان مميز أيضا عمل خمسة منهم ثلاثة صحيحة واستخلاص فيهم الكورا كان كالسناءات الدفاعية يعني هو أرقامه هي الأفضل النهاردة الأفضل وأعلى سكور يعني حتى بيزد على الأرقام دي كلها حتى الخريطة الحرارية اللي ممكن نستعرضها عن تحرقاته في الملعب النهاردة بيتبان دي حسين الشحات النهاردة عمل مباراة كويسة جدا ويستحق أن هو أفضل سكورز أو أرقام بشكل عام هو كانت لحسين الشحات ده بالنسبة لده الخريطة الحرارية بتاعته حتى نشوف الأماكن المكسفة فيها اللي تحرك فيها حسين الشحات كانت تبينة بشكل كبير جدا النهاردة وكان عنده أفضلية تبينه بشكل كويس جدا بناء على الأرقام اللي احنا شفناها قبل المباراة النهاردة لما تكلمنا كابتن أيمن قلنا أن فريم دياما عنده صغرات عنده مشاكل في خط الخلف والدفاع وفيهم وراهم مساحات عشان كده سريعا بصينا في الشوط الأول حتى أرقام الشوط الأول الضعيفة جدا لو كنا استغلناها وعملنا التمريرات بشكل صحيح وبدكة عالية كان ممكن فعلا نحرز أهداف الشوط الأول عشان كده في بعض أستعرض مع حضرتك سريعا كده بعض اللقطات الإمام ده في الشوط الأول في ديئة تمانية أو ديئة تسعة بصها كابتن أيمن أنا بصها لحسين الشاحات وورا حسين الشاحات وحسين الشاحات وورا الآخر لاعب في مدياما في مساحة كبيرة جدا يعني الكرة لو كانت لعبت بدقة نكمل كان ممكن حسين الشاحات فعلا بلونج بول مزبوط بدقة عالية كانت ممكن توصل حسين الشاحات أو تشكل خطورة على المرمى يعني الكادر لو كان نوسع ونكمل كان في مساحة كبيرة جدا في خلف المدافعي مدياما نكمل نخش على البعدها برضو ده بتكلم على الشوط الأول الشوط الأول نفس الكلام برضو إمام عشور أنا قلت لحضرتك إن إمام عشور من أكثر الناس النهاردة كان عنده شوية مسباس أو كراته ما رحتش بدقة عالية في الشوط الأول يعني نكمل برضو نفس الكلام عشان نوسع الكادر معنا ونشوف الخط الدفاع عند مدياما كان شكل عامل إزاي نفس الكلام يعني بص حضرتك في خلف المدافعين ناحية اليمين مدافعي مدياما في برضو مساحات كبيرة جدا دي أول حاجة لخط الدفاع وتمركوزات والمساحات اللي بيسيبها كنت قلت لحضرتك برضو عندهم مشكلة في الهجمات المرتدة بيندفعوا بشكل كبير جدا بيسيبوا مساحات كبيرة جدا طب دي شوفناها النهاردة في مع مباراة الأهلي أيوة شوفناها في الشوط التاني تحديدا يعني نبص في الديقة تقريباً واحد وسبعين نشوف بقى الحالة اللي بعد كده عشان أورح حضرتك يعني نكمل دي الهجمات المرتدة طبعاً تلعبت هنا شوف نكمل هما كلهم يعني فيه سبعة يعني نرجع الصورة اللي فيها فيه سبعة موجودين في منطقة جزاء اتنين اربعة ستة سبعة نكمل بقى اللي هي بتلعبت بسرعة جداً يا كابتن ايمن واحد السبعين خلاص بص شوف آخر اتنين مفيش مساحة كبيرة جداً كان ممكن نحنا نستغلها ولكن للأسف خسرنا الفرصة دي ده هجمة مرتدة كانت حتشكل خطورة بشكل كبير جداً ما استغلناش بشكل كويس نكمل برضو نفس الكلام دقيقة واحد وتمانين أو دقيقة تنين وتمانين نكمل نفس الكلام كان برضو معهم هجمة أطعناها روحنا خلاص يعني احنا نكمل شوف يا كابتن يعني هما اتنين ومساحات كبيرة جداً في خلف المدافعين يعني قد نقدر نترجم الأرقام اللي احنا شوفناها النهاردة ونحقق أهداق أو نحرز أهداف بشكل أكبر من الثلاث أهداف ده شكل عام عن أرقام المباراة وأرقام البطولة وأحسن أرقام وشكل عام طبعاً على الحالات الفنية اللي شوفناها النهاردة يا كابتن ايمن معنا كل التوفيط طبعاً للنادي الأهلي دي بداية كويسة في المجموعات واعتقد المنافسة في الفترات الجاعة والمتشاط الجاعة حسبها أصعب وأصعب محتاجة تركيز أكثر إن شاء الله نشتغل على الأرقام اللي شوفناها ونحق منها أكبر المكاسب بإذن الله شكراً جزيلاً محمد وألف مغروق شكراً ألف مغروق شكراً جزيلاً طيك كابتن شريف يمكن